أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة من الانزلاق إلى الدمار والخراب وأشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدخلته بالجلسة النقاشية التي عقدت بمناسبة فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي وبناء المستقبل أنا دايماً بسجل حاجة واحدة هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصله في 2011 نتيجة إيه؟ نتيجة أسباب حقيقية نحن نستعبانة وعايزة تغير صحيح بس تغيروا إزاي اللي إحنا بجي نتكلم فيه النهاردة ده إن إحنا نغير أسباب تردينا أنا قلت لكم المثال اللي بدأته مع المسؤول في بلجيكا قلت له أنت 500 مليار أنا بقى 400 مليار وأنا عايزة أعمل جمعة تدي تعليم كويس وأنا عايزة أعمل مستشفى تدي علاقة كويس وأنا عايزة أعمل مدرسة تدي تعليم كويس